تفاؤل كبير في أوساط اليمنيين بعد زيارة وفد جماعة أنصار الله الحوثين للرياض لإجراء المفاوضات وإعادة السلام إلى البلاد وتوفير سبر العيش مثل صرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ ثمان سنوات بسبب الحرب المعلم ماجد عبدالجبار واحد من هؤلاء أنا متفائل جداً بهذه المفاوضات الجارية في المملكة الأربية السعودية لذلك أنا كمعلم أريد أن يصرفين الرواتب بشكل دائم ومستمر وأن لا تكون هذه المفاوضات كسابقها لذلك أتمنى أن تصرف هذه الرواتب لأننا في أمس الحاجة إليها جولة التفاوض الحالية حسب جماعة أنصار الله الحوثيين تركز على الملف الإنساني المتمثل في فتح المطار والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وخروج القوات الأجنبية ويعادة إعمار اليمن وصولاً إلى حل سياسي شامل إضافة إلى صرف رواتب جميع الموظفين يتفائل مراقبون بإمكانية تحققها التململ الشعبي والاحتياجات كبيرة فالأمل الكبير أن هذه الهدنة الآن التهدئة تتحول إلى وقف دائم للحرب ويدخل الناس في مفاوضات الحل السياسي يعني لأن الكارثة كبيرة والأزمة أصبحت تمس المنطقة ككل وتمس كل الأطراف وكانت عشرات المنظمات الدولية قد حذرت من انزلاق نحو 22 مليون يمني نحو مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية العام الجاري ما لم تتوصل الأطراف المتصارعة إلى سلام يخفف من حدة المعاناة الإنسانية إذن جولة جديدة من مفاوضات الرياض تأتي تتويجاً لحراك إقليمي وأممي وبدفع من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبيري والمبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندر كينغ إضافة إلى رعاية من سلطنة عمان نبيلاليسو في الحرة صنع